لدينا وعودة إلى الخرطومة مع ضيفنا شهاب إبراهيم الطيب القيادة في قوى الحرية والتغيير وكنت قد سألتك سيد الطيب عن تقييمك لمظاهرات اليوم والوزن النوعي الذي أضافته فعلاً للمواقف الرافضة لاتفاق حمدوك والبرهان طيب السلام عليكم اليوم الأولى خلينا نقول أنه ضحراك مدني جماهير مستغل بعبر عن إرادة الشعب السوداني أو يعني غطاع واسع من الشعب السوداني في رغبته في تسبيت أركان التحول المدني الديموقراطي الحراك اليوم هو فعلاً حراك يتميز بكثير من التنظيم ووضوح المطالب والدعوات حقيقة وهو رغم عنوانه أنه هو وفا للشهداء تبي أكد برضو أنه التمن القدموه الشباب والقدم الشارع للتحول المدني الديموقراطي هو تمن كبير وتكلف عالية لابد من أنه يغابل استجابة لرغبة الشارع في تحول مدني دموقراطي حقيقي وليس كما يدعي البعض أنه يمكن للانقلاب أنه يحقق تحول مدني دموقراطي طبعاً مفهوم الرسالة وعذراً للمقاطعة لكن إذا ما قررنا مباهرات اليوم مع المواكب التي أعقبت قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر وسبقت أيضاً اتفاق حمدوك والبرهان هل يمكن القول بأن مظاهرات اليوم تعكس قراراً حاسماً واضحاً من الشارع السوداني برفض الصيغة الجديدة للحكم الانتقالي أم أنها جاءت بأقل مما ترغبون؟ لا هي طبعاً المواكب بتحت اليوم أول حاجة هي يمكن بنفس أو أكتر من مما كان مثلاً في 21 أكتوبر أو في 30 أكتوبر الشارع كل يوم يزيد تماسكو ويتزيد الكتلة الجماهيرية التي تطلع منددة بالانقلاب الحاجة الأميز هي ليس العدد بقدر ما كان التنظيم والشكل بترديد الشعارات وحتى المسارات ده يمكن مشهول القلل من الكلفة بتاعت الإصابات والالتحام مع الشرطة بقدر ما أنه كانوا حريصين في أنه يأكدوا على سلمية التظاهرات اللي بيطلعوا عليها الشباب ويأكدوا برضو أنه الغمعة اللي اتعرضوا له في مرات سابقة هو ما كان نتيجة لخروج سلوك المتظاهرين في المواكب عن السلمية بقدر ما أنه هم محافظين على السلمية واليوم أكدوها من خلال أن تعديل المسارات بصورة مرنة تضمن أنه ما يحتكوا بغوات الأمن وغوات الشرطة فديه برضا هميزة بتضمن استمرارية الحراك في مقبل الأيام وأعتقد أنه استغلالية لجان المغاومة خلت أنها تقدم جدول بتحت صعيد ثوري متنوع فيه أشكال المغاومة للإنقلاب في الحقيقة هذا الحراك سيد الطيب وضغطه يعني حراك الشرع والضغط معه كان يتوازى خلال الأسبوع الماضية مع ضغط المجتمع الدولي على قادة الجيش والآن بعد اتفاق البرهان وحمدوك هل مازال لدى معارضي لانقلاب فعلا أو الاتفاق أي رهنات على استمرار هذه الضغوط الدولية على قادة الجيش وطبعا أكيد الضغوط الدولية خفت بعد توقيع حمدوك وهو يمكن كثير من الدول الإغليم هي مساهمة بصورة كبيرة في إيجاد الشرعنة الانقلاب من خلال التسوية تمت ما بين رئيس مجلس الوزراء السابق وما بين رئيس مجلس السيادة المنقلب على السلطة تمت وفقا للوصيغة الدستورية بالتالي يمكن الآن العامل المهم والثابت أن نأكد دائما في المعادلة بتاعته الوضع السوداني هي الحراكة الجماهيري سورة ديسمبر لما نقامت في 2018 ما كان المجتمع الدولي مهتم بالحراكة المدنية الجماهيري هي قدرت أنها تلفت العالم والمجتمع الدولي لأنه يا أخي في ثورة سلمية متميزة قدرت أنها على مدار أكثر من أربع شهور أنها تثبت أنها عندها مطالب حقيقية لابد من أنه يتم دعمها الآن يمكن أن يستثمر ما تبقى من ضغط دولي نحن كسياسيين في أننا نشكل غطاء سياسي للحراكة المدنية الجماهيري طب لحظت أنك تصف حمدوك بأنه رئيس الوزراء السابق هل هذا يعني أن قوى الحرية والتغيير لا ترى الآن أي فرصة ممكنة للتفاهم أو الاتفاق مع حمدوك من جديد؟ أنا أقولها صراحة من غير ما أفتش أي مبررات أو أبحث في نوايا أفتش في نوايا دكتور عبدالله حمدوك هو في النهاية تغديره وخياره يستطيع أن يتحمى النتيجته لكن بالنسبة لأننا في قوى الحرية والتغيير أصبح حمدوك لا يمثل رئيس الوزراء تم التوافق عليه من قوى الحرية والتغيير حتى وإن كان في البعض عشان يكون منصف في المجلس المركزي هم الآن يدعم دكتور عبدالله حمدوك لكن ليس عليه إجماع أو توافق في المجلس المركزي ولكن هذا الدعم ألا يؤدي هذا الدعم لحمدوك من قبل البعض في قوى الحرية والتغيير هل يؤدي إلى شرخ جديد في سوطوف القوى الحرية والتغيير وبالتالي التأثير على الشارع فيما بعض طبعا التجربة بتاعت التغيير في السودان ما بعد الحالة بتاعت السورة هي بالعمق بحيث أنه ما نقدر أن إحنا إلا نبحث في أسبابها بصورة عميغة عملية التغيير ده عملية ما سطحية هي متعلقة بالسلطة لا لا هي حتى القوى السياسية ذات نفسها ممكن تشمل بالتالي تمرحل عملية التغيير بتأدي لأنه تتبدل كثير من المواقف بالنسبة للمكونات في المجلس المركزي فطبيعي أنه يحصل المسألة دي المرحلة الأولى كان أنه تمت استفاف بناء على من حريص على عملية التحول المدني الديمقراطي ومن هو مع تغويض النظام التحول المدني الديمقراطي الآن نحن في من هو مع تسوية سياسية زي ما تمت بين دكتور عبدالله حمدوك وأبد الفتاح البرهان وما بين المتمسكين بعملية التحول المدني الديمقراطي بصورة جزرية فطبيعي أنه تختلف مواقف القوة السياسية ولكن أنا أكد أن العامل السابت في كل هذه المواقف هو موقف الجماهير الجزر من عملية التحول المدني الديمقراطي ولكن دعنا نشير أن الأفق في السودان ما زال ضبابيا وغير واضح المعالم حتى بعد اتفاق حمدوك برهان وحتى بعد خروج مظاهرات مناهضة لهذا الاتفاق أشكرك جزيلا شهاب إبراهيم الطيب القيادي في قوى الحرية والتغيير